بالمناسبة انتخدتوا بالكوا انه احنا يمكن عادة المزيع بيبدأ يتكلم في شوية حاجات او خواطر احيانا او زي ما بقولك وبتفك معاكم بكلمتين احنا هنروح نشوف تقرير بس انا عايز قبل التقرير فعلا افطفض معاكم حبة يعني او نفطفض مع بعضينا في حاجة مهمة اوي لازم تبقى عارفها ساعات بيبقى الوعي طازة فرش وساعات الوعي بيقدم طيب ايه الفرق ما بين الطازة واللي مش طازة الجديد والقديم الجديد دايما حاضر زهنك دايما متقد مخك شغال حاجة لما بتقدم تتنسي كده وبيبقى سهل انه العبث بالعقول انه قدم يعني ايه؟ يعني من قبل 36 والمصريين كلهم بيهتفوا ضد الاخوان ونظام الاخوان ويسقط يسقط حكم المرشد وجاد 36 وتلاتة سبعة وبعدين انتخابات الرئاس والمصريين وعيهم طازة اي محاولات للتشنيع او اطلاق الشائعات كان المصريين هم لوحدهم مش مستنين لا الاعلام ولا اي حاجة هم لوحدهم يتصدوا لهذه الشائعات بمنتهى القوة وبمنتهى الزكاء وبمنتهى الشرصة وكت تشوف حمالات كده يعملها الناس يقولك خلي بالك ده بيقولوا كذا بس ده مش حقيقي ده انا نزلت بنفسي وصورت بالتليفون وشفت كذا وعملت كذا وكلام من ده وكانت اي محاولة لضرب حماسك وإيمانك وقناعتك باللي انت عملته بتلاتين ستة كانت تبوء بفشل زريع استحالة يقولك بصوا ده مش عارف هيحصل ايه ايه طيب الوعي قدم فالناس مع قدم الوعي بيبدأوا شوية ما يبقاش فيه عندهم يقولك ايه اللياقة عارف اللياقة البدنية فانت بطلت رياضة حبتين فالياقتك قلت هي نفس القصة اللياقة الوعي الوعيوية ده يبقى المصطلح السليم بتاع دون هزر لا اللياقة الوعيوية مش التوعوية التوعوية بتاعتنا احنا بقى احنا يبقى عندنا لياقة توعوية ان انا ابقى طول الوقت قاعد عمال بحاول افهمك واشرح لك دي لياقة التوعوية حضرتك قدرتك على الاستيعاب وانك تكون واعيا هي وعيوية الله يرحمه الدكتور صلاح فضلك الله يرحمه يا رب فالياقة الوعيوية عندنا انا اظنها بعافية حبتين فيبقى في مساحة للشك والتشكك والقلق والاهتزاز مع انه المسألة مش كده خالص شوف احنا وضعنا في كل حاجة يوم تلاتين ستة الفين وطلات اوحش الف مرة من وضعنا واحنا وقفين النهاردة اوحش بكتير بلد خرج عمليا او دخل عمليا على حالة حرب وبدأت الحرب على الارهاب المسلحين في سينة مش عارف على الحدود مع ليبيا على الحدود مع السودان فصائل مسلحة ميليشيات ناس بتتحرك احيانا في الشوارع جمعات نارية بتحصل يمشوا يضربوا نار على الناس سكان شرع رمسيس والجلاء يفجر حاجة مش عارف فين في اسكندرية لا ده النهار ده مرد مش صعيد ألحى احرق الكناز في الصعيد اعمل كذا في كردق وهكذا والمصرين كانوا في منتهى السبات وفي منتهى الزكاء لا زالوا في منتهى الزكاء بس هو اللياقة الوعيوية بعافية حبتين دلوقتي لانه قبل كده كان كله واحد وكله شايف الهدف وشايف النقطة اللي احنا هنوصلها احنا خلصنا من حكم الاخوان وعندنا معركة كبيرة جدا حتى نتخلص من اللي تسبب فيه الاخوان للأسف في السنة في السنة بوزوا الدنيا لما تيجي تشوف دلوقتي انتو بجد مستوعبين انه لو جبنا انتو شعف دي دي تيجي ازاي مصر افتران بيفور قبل وبعد مصر يوم تلاتين ست لا بعد تلاتين ست ابق اسبوع شكل الشوارع في اي مدينة في اي محافظة في اي قرية وشكل الشوارع النهار ده واحنا بنتكلم بلاش بلاش الشوارع تعال نشوف البنية الصناعية المصرية كلها على بعضها زمان ودلوقتي بلاش حاضر تعال نشوف الحجم الاستثماري الاجنبي وقت بعد اسبوع عشر تيام حلو شهر من تلاتين ستة ودلوقتي حجم التدفقات الاستثمارية بلاش طيب تعال نشوف عدد الجامعات في مصر سنة 2013 ودلوقتي بلاش حاضر تعال نشوف عدد المدارس في مصر 2013 ودلوقتي برضو بلاش حاضر تعال نشوف عدد المستشفيات من 2013 ودلوقتي ودلوقتي حتى دي بلاش حاضر طيب بلاش كل ده بقى تعال نشوف لا 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 مش البنية الاساسية وضع التكنولوجيا بنيت مصر التكنولوجية ما نعلمه ونتحدث فيه دائما البنية الرقمية مصر الرقمية 2013 ودلوقتي كل ده بلاش الله طيب ده أنا بقولك على كل حاجة تقريبا يعني صحة بقولك تعليم بقولك تعليم عالي وبحث علمي بقولك تكنولوجيا والتصالات بقولك التدفقات استثمارية بقولك صناعة بقولك الرقعة الزراعية دي سهلة دي تعالي كده بقى فيه صور الأقمار الصناعية ما ديجي مشوف صور الأقمار الصناعية مصر رقعتها الزراعية لحد 2013 كان شكلها ايه ورقعتها الزراعية دلوقتي عاملة ازاي لا لسه هنقعب بقى نقول معقول الكلام ده جماعة أو نتكلم على أوضاع الناس أوضاع الصيادين في مصر أو حقوق العمال في مصر العمال زمان وانا صغير كان فيه عملة اسمها الخمس قروش ورق أو فضة فكانت العملة الخمس قروش دي كنت حبها قوي علشان كان عليها صورة حلوة بحبها جدا عامل وفلاح كنت حبها قوي لا والله مش علشان تربيت يا سرين ولا بحبها كانت لوحة كده بالنسبة لي بحبها جدا مهم فشوف حق العمال عامل ازاي أو وضع العمال طيب بلاش شوف وضع الفلاح والمزارع المصر التلتاشر ودلوقتي انا مش هعمل لك المقارنة خالص ولا هدي لك الارقام انا عايزك بعد اذنك عزيزي المواطن سيدي المواطن انفق من وقتك ربع ساعة بس مش نص ومش تلت ربع ساعة اكتب كده الرقع الزراعية في مصر عام 2013 الرقع الزراعية في مصر عام 22 وهكذا بقى حط عليها التعليم مدارس مستشفيات الاخر في حد هيجي يقولك طبيعي ما هو من 2013 لحب النهاردة عدى كم سنة عدى 8 ولا 9 سنين فطبيعي ان العدد يزيد لا شوف الوتيرة بتاعت زيادة كل شيء والتساعه وقرنه حتى بكل 30 ولا 32 سنة لقبل 2013 شوف الوتيرة بتاعت الصعود عاملت زي المرحنات تعالى يعني تقدر برده سهل ربع ساعة تانية كده تروح كاتب ايه مثلا ايه المستشفيات في مصر 1980 عدد المستشفيات في مصر لسنة 2013 فهتشوف انت من سنة 80 لسنة 13 فيه كم مستشفى في مصر وخد ده وروح جايبها بقى من 13 ل 22 فيه كم على اي صعيد تريده على اي شكل تحبه اي شكل شوف انت عايزها ازاي طيب ليه بنتكلم في القصة دي او ليه بقولك انا فعلا عايز اتفكر معاكم بكلمتين انطلاقا من انه الرضا لمن يرضى انا مش بقولك الدنيا حلوة وبنبي ونحن جميعا نمشي في شوارعنا نرفل في الحرير وخطواتنا على نجيل اخضر مرمي عليه ورد وفل لا انا بقولك بس شوف اللي حصل من وقت ما قمنا بثورة 36 حتى هزي اللحظة مش بقولك حتى من 14 ده من 36 بدأنا نشتغل الله انت بتتهزلي يعني ليه تخلي شوية قلضيش يخدوك يفسحوك ويرجعوك تامي وساعات ما بترجعش ليه علشان الايه علشان مضغوط مفهوم بس عشان الوعي ادم ادم ما هواش طازة لا ده احنا لازم نفكر مع بعض بصوت عالي بقى فعلا مش هزار يا اخي على الصعيد السياسي وحضراتكم شواخدين بالكو احنا كان وضعنا ايه بالنسبة لقرتنا الام افريقيا ده احنا كان فضل شوية لو حد لو كلمنا حد في التلفوه ما يردش علينا اخي بلاش بلاش هو تاني انا مش هقول لك انه اربعتاشر مدينة او اربعتاشر مدينة كبرى من الجيل الرابع دون ان ندخل في تفاصيل وان كانت حتى منشوة ممكن لو سمحت تكتب ابو ايري الجديدة على جوجل اكتب بس كده علشان تعرف انت واصلت الحد فين علشان تعرف انت واصلت الحد فين لا ده انا عايزك تحاول ان استطعت انك تشوف الجماعة بتوع بلاد بره اجانب راجل خواجة من اوروبا ولا من امريكا والله العظيم انا شفت فيديوهات بيتكلموا على حاجات في مصر بطريقة واسلوب مبهر بديع الناس تكاد تكون عندها حالة انبهار كامل باللي بيحصل في مصر انبهار كامل تعرف يعني ايه بلد اسمه مصر فيه تقريبا ستين في المية من شعبه عايشين في الارياف في مرحلة ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ ناس عايشة في بيوت منطين اللبن طبني ومعندهاش اسقف ويوم ما ربنا يكرمه بيجيب عرقين خشب ويمد عليهم مشامع علشان يقي اولاده المطر واحيانا حر الصيف مصر اللي علمت العالم ولسه بتعلمه مصر اللي الحد اللحظة اللي احنا فيها ولادها بيبنوا دول ومجتمعات برا حوالينا مصر اللي ولادها اخترعوا الواي فاي ده على سبيل المثال كده واخترعوا الفيمتو ثانية وعندهم اكبر عالم روباطيكس في العالم مصر مصر اللي عندها ابن بيعمل في المانيا عمليات على الركبة بالهولوجرام والمصحف انا معرفت استوعد مصر تعيش كده فتتعامل حاجة اسمها حياة كريمة بس انت ساعات كده قعد افكر اقول اخي على البني ادم اللي بيستكتر نعمة ربنا عليه تجيلك النعمة كده لحد عندك من كترها ما بتاخدش بالك تعرفين اكي عاملة زي اه جماعة عاملة بالزبط كده زي اثرنا ومعالمنا وتراصنا الحضاري والتاريخي العظيم محناش حاسين بي محناش حاسين تيجي كده تلاقي واحد معدي وكاتب احمد بيحب مونة على سبيل من الاسبلة المملوكية انت مش حاسس بقيمة المبنى ده خالص مش عارف انه كل بلوك حجر فيه يتقل بالدهب بالمعنى الحرفي بالدهب تبقى ماشي كده في حتة وبتاع مش عايف ايه فتتكعبل في تمثال فرعوني وتروح قاعد مريح عليه كده وتتأمل غروب الشمس يا با دمان تبتعمل ايه ده جزء بس من الصورة عشان تبقى فاهم بقربها لك احنا من كتر اللي عندنا مش حاسين بيه من كتر الكنوز دي محناش حاسين خده بقى وقيسه وضعه على قوالب اخرى كل اللي بيحصل محناش حاسين ليه نكد نكون زي اللي مستكتر النعمة على نفسه يا جدعان يا جدعان يا اهل الله يا اهل مصر يعارف انت الراجل ما نادي بتعصي يا اهل مصر المحروصة اللي بيحصل في بلدكو رهيب مزهل عظيم الدنيا بره بتتكلم عليه حس بقيمة اللي بيحصل في بلدك ما بقولكش عشان اي حاجة في الدنيا عشان انت بس تنمس ترهي حابة وتبقى عندك امل ويقين بان بكرة احسن بكتير لانه مبارح كان اقل من النهاردة واول كان اقل اوعى تستسلم لفكرة ايه ده كنا بنجي بقولك ايه بقى اللي اطلع يقولك وقصد كنت بجيب الخروط بخمسة ساغ قل له هاتلي قطيع كان فين ده ده بتكلمني عن مئة وعشرين سنة كانت الخمسة ساغة برضو خمسة ساغة يعني كان رقم وانت فكذا كانت سهلة ما يقولك ده انا كنت بعشرين جنيه مرتبكا في المصلحة عشرين جنيه يا عم العشرين جنيه دي كانت مهر ست الهوانم وانت قاعد كنت بتاخد العشرين جنيه كانوا قليلين خالص خالص ويسيبك من البولهاء اللي بيعودوا يحطوا حاجات على تيك توك وفيسبوك ومش عارف ايه قولك هو مصر ايام الملكية او الله زي ما نشوفتها قالك ايه شاف كنت هتقل ايه شاف القرش بتلتمين دولار حاجات هابل كده امتى والنبي الله يخليه طب خد مني عشرة ساغ قرش ايه اللي بتلتمين دولاره انت مش فاهمين حاجة بصراحة الناس اللي بتكتب الكلاح حاضر زمايلي عميلي يقولي يالله والنبي الحلقة هتخلص مانا مش قادر انا ببقوق بصراحة لما لقى ناس تقولي اصلي يا احنا اصلي ايه اللي حصل كل ده ايه اللي حصل يا دين النبي ده حصل وحصل وحصل